ويجي وقت لقاءنا الأسبوعي مع الكاتب الصحفي وصديق العزيز الأستاذ وليد تغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير يا صباح الخير يا فريق يا صباح الأنوار كذلك يا صباح الخير الله يخليك الأسبوع ده أعتقد برضو كان حافل بالموضوعات اللي كانت على السوشيل ميديا صحيح أكتر حاجة لفتت من تلاحيك أكتر طبعا المشروعات القومية عمر لسا المشروعات القومية في دائرة التشكيك دائرة محاولة التقليل المعلومات المغلوطة الشديدة هتستمر الحكاية دي لكن كان المشروعين الأساسيين اللي دايرة عليهم اللي كانوا الهدف الأسبوع ده هم طبطين الترع والأطر الكهرباء الخفيف الأطر الكهرباء الخفيف ده عامل لهم الخفيف يعني عامل حالة من الاستهداف الشديد هنتكلم دلوقتي طبعا على الأسباب ونبدأ بس بطبطين الترع لأنه هو طلعوا اتنين تلاتة اربعة كده وبعدين عاملوا ليلا قالك فشل مشروع طبطين الترع وتوقف المشروع لا المشروع فشل ولا توقف ويعني دي زي ما تقول كده يعني الشرارة اللي بتطلع عليها التويتات زي دي أو البوستات اللي زي دي شرارة وبعدين توقف تلف في مواقع التواصل وللأسف لسه بنكرر المعلومات بيستقيها من مواقع التواصل بس اللي هو ما بيروحش ما بيتأكدش من المعلومة بيقع للأسف في الفخ الكبير اللي بيتم استهداف مثل هذه الفقاد طب إيه السبب اللي هو يا سادة مشروع ناجح والناس نفسها في القرى مستفيدة من بصير الترع طبعا الناس في القرى يعني تقارير التلفزيون اللي بتتزاع الكلام على مواقع التواصل حتى المواقع الشخصية الحسابات الشخصية بتبدي موضوع بتبدي يعني سعادة شديدة مش سعادة هي المسألة أكبر من سعادة المسألة أن أنت بتغير فعلا شكل الترع المصرية اللي هي بتحمل مياه الري من فروع النيل يعني الترع دي شرايين الوصول المياه للأراضي الزراعية توصل نظيفة توصل نظيفة توصل من غير أمراض نسبة الفائد أقل طب تين الترع عمر بيقلل شوف مصر حصتها المائية حوالي 76.5 مليار متر مكعب في السنة الإجمالي الإجمالي بيدخل منها 55.5 حصة دائمة مستمرة لا شك فيها من نهر النيل بقيت النسبة جاي من الأمطار ومن موارد أخرى طيب بعت قبل تبطين الترع كان نسبة الفاقد ده بيعاني منها الفلاح بقى إحنا في المدن ما نعرفهاش لكن يعرفها الفلاحين كويس قوي بيعاني نسبة الفاقد 5 أكثر من 5 مليار متر مكعب 5 مليار متر مكعب دي نسبة كبيرة قوي بيتسربوا ازاي عمر إما بالبخر إما بعدم وصول في حاجة اسمها الترع المتعب يعني الميا ما بتوصلش للأراضي اللي موجودة في نهاية الترع بتكلف الدولة كتير قوي إن الأعشاب اللي بتطلع على جوانب الترع بتصد مجرى ده بتكلفها كل سنة ملايين لتنظيف مثل هذه الأمور ده بتالي بيأثر وبيفتح الترع قد تكون مسدودة بسبب الحاجات الترع فيها بتتسد فعلا بتتسد وبالتالي بتقل نسبة الميا بتقل بتأثر على المحصول وبتأثر على شكل وجود الصراع والمساح المزروح هي المريوطية اللي احنا بنعدي عليها بشرارة المريوطية دي شوف شكلا زمان كان عامل ده دلاتي عامل ازاي